بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متابعين فتفيد سكر في كل مكان بحبكو جدا جدا تعليقاتكو بتحفزني و لايكاتكو و اشتراكاتكم بص النهاردة نعمل مخبوزات جميل جدا 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 يلا بينا اول حاجة انا جبت كيس خميرة فورية دوبته في حبة مية دافية ومعاه نص معلقة بيكن باودر ومعاه نص معلقة سكر البيكن باودر و السكر مع الخميرة الفورية بيدوها مفعول وبتبقى حلوة جدا جدا وبتدي معاك نتيجة هيلة اللي يخشي قناتي بقى الاول مرة ينورني كده باشتراك و لايك من احلى حبيب متابعين فتفيد سكر دلوقتي بقى انا معايا نص كيلو ديل عايزين ننخلوه حلوة جدا جدا يعني دي يكون منخول بص المنخولة هوا على طول على البولة بتاعت العجن حوالي نص كيلو دي هيعمله معاك كمية حلوة قوي وكمية كويسة الحمد لله يعني ما شاء الله اشتراكوا لايك بقى حبايبي من الناس اللي اشتراكوا لايك دلوقتي هون خلط الديقة هوا اشتراكوا بقى بسكتوا بسكتوا بشكل خطي هنا اشتراكوا باباكم اللي اشتراكوا بعمل تقدير هنا بقى باكم باكم السكتوا بجمع باكم باكم اشتراكوا بقى الماء في الكتل وهو من خلط الديق تقومي ضيفة كمان على ادهيق بتاعك كوباية لبن لبن حليب او لبن بودر بيضو نتيجة حلوة جدا في العجينة انظر العجينة بسم الله اتعجنت شكلها حلوة قوي ملمسها ناعم حتى مش مخيلية البولا بتاع العجين فيها حتة ولا حاجة جميلة دلوقتي انا جبت سمنة حوالي ربع كيلو سمنة بسياحه على النار علشان حدهن بي العجين وانا بفرد السمت وكور كده وبعد كده كل كورة فردتها بالفرادة بالمعلقة كده باخد السمنة وارش عليها وبعد كده بدهن السمنة بضهر المعلقة كده على فرد العجين اللي انا عملته طبعا طبقتها شمال وطبقتها يمين وبرده سمنة طبعا اللي حابب بيزود في السمنة عادي طبعا اللي حابب بيقلل ويخلي الموضوع عقل من الدهون شوية مفيش مشكلة برضو هتطلع نفس النتيجة هتطلع جميلة جدا ادي اسمت الفردة بتاعتي الفردة العجينة الوحدة اسمتها اتنين حطت هنا جبنا بيضة وهنا برضو جبنا بيضة جبنا البيضة العادية اللي هي فيتا جميلة قوي دومتي حلوة جدا كان عندي بتعمل الباسترمة طلعها طحفة وجنان بتعمل باسترمة طلعها جميلة جدا بصوا شكلها حلوة قوي قوي على الفرن با على نار متوسطة في الرف اللي في النص وشوفي احلى نتيجة بصي الجمال وبصي الحلاوة طاري جدا مورق الريحة طلعه جميلة قوي قوي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته